هاي رب تكونوا بالف خيري النهاردة هكلم حضراتكو عن ازاي نكتب او سامبل بارغرف هو مش بارغرف الحقيقة هو سامبل بارغرف للمراحل داون تشونير او بدايا كده من ربع ابتدائي يعني هنوقف لحد ربع ابتدائي هعلم حضراتك النهاردة ازاي ما تلقيش للشب شب وازاي ما تجريش ولا ولادك وتعودي تقولول انت مش عارف تذكر لي انت مش عارف تكتب لي ومتعوديش تقولي لولادك انا مش عارفة اكتب انا مش فهمة انا مش حافظة هفهم حضراتك بالتفصيل يالك تتفرجي انت وابنك مع بعض عشان الموضوع هيبقى لينك تديك وانتو الاتنين لازم انتو الاتنين كل واحد فينا عليه دور هيقوم بي اوكي اول حاجة احنا عملها اني انا حبص على الصورة زي الصورة اللي مكتوبة قدام حضراتك حضراتك دلواتي فاني اعمل ايه هنبص على الصورة الاول وهبص لو فيها اشخاص ممنوع يا ستة كل ان انت ان ابنك استخدم اي اوي لان اللي انا في الصورة اللي هو هو يعني قولي لو انت في الصورة فحيقولك لأ طب احنا في الصورة حيقولك لأ في ناس تانيين وقفين في الصورة فممنوع معنا عبادة اني اقول اي اوي لكن لو ما فيش ناس وقفوا في الصورة انا حستخدم اي اوي باريحية تمام خلنا متفقين على ده طيب تاني حاجة عايزين نعملها عايزين نفنك محتويات الصورة اللي موجودة قدامنا هنلاقي قدامنا راجل بيخسر عربية عربية لونها احمر في شبابيك وراه في بيت واضح ان ده بيته وعندنا علي المكتوب عندكم وده عرفت ان هوا في مرحلة الجونيور موجود فيها علي ده بغزارة وكيف يعني انتوا اكيد عارفين علي فعنبدأ نكتب بالعربي كده بالراحة يعني دي بداية انك تعلمي ابنك انه يرتب افكاره زي زي العناصر بتاعت العربي بالزبط هنمشي معايا خطوة خطوة عشان نوصل لمرحلة ان احنا يبقى اللي بنقولوله مسموع ومفهوم بالنسبة له بشكل كويس بص في الصورة الحبيبي شايف ايه شايف عربية شايف ايه كمان شايف عمو يا ماما بيخسل عربية شايف ايه كمان شايف علي وايه كمان شايف وراهم بيت هما فين تقريبا هما بيخسلها في جنينة بيته فاحنا كده تمام احنا جمعنا كده كان جملة اربعة من اصل احنا عايزين في الحالة دي تقريبا من تلاتة لست جمل علم ابني يكتب العدد المطلوب بالزبط من الجمل لا تبقي غلطانة جدا هو عملتيك ليه اقنعيه واقنعيها واحنا هو كان يتفرج عليها هو لو انت عندك غلطة في جملة فالمصاحح بيبص على كم الجمل اللي انت كتبها وبياخد الصح وبيحسبك على الصحة بس فلو انت فوريكس هنبكتب تلاتة بس وهو طالب تلاتة وطلع لنا غلطة يبقى احنا كده غلطانين وحننقص فاحنا شطرين في المرحلة دي ومش هننقص خالص فاحنا هنكتب جمل اكتر من المكتوب وبعدين على فكرة احنا بنكتب اكتر عشان احنا اشتر فالاشتر بيكتب اكتر يعني دايما اقنعيه بكده اوكي تعالي نكتب بقى كده اول حاجة نسي تماما كلمة I can say ممنوع ان ابنك او بنتك يستخدم I can say ليه لان بمنطقة البساطة كده ده غلط لما بنيجي نكتب paragraph ونتنقل من مرحلة الصورة لاننا بنكتب paragraph بعنوان بتايتل بنائي العيل ضايع مش عارف يكتب اسكل ومتعود على I can say واسم الحاجة I can say واسم الحاجة I can say واسم الحاجة تاني حاجة عايزك يتعلمه له ان الكلمات بتبقى متصلة مش منفصلة يعني مكتبش one two three واكتب تحتهم واكتبهم تحت باعته كده كده غلط انا عايزك كاينو بيلعب لعبة الدودة كده فبيكتب بنحط dot او فال stop بعدين بنبدأ نكمل جميها عادي خالص تعالي بقى نبص كده للصورة اللي قدامنا ونحاول اللي احنا نكتب عليها number one هقول there is وخدي بالك دايما معينا there is there are there is يوجد للمفرد there are يوجد لجم there is يوجد للمفرد there are يوجد لجم ركز معي بستخدم كمان تاني حاجة verb to be verb to be اللي هو ايه اللي هو اني اقول يكون ويكونو وانا اكون فاللي هو am or is or are دايما في وصف الصور اعتمدي مع ابنك انه يستخدم verb to be verb to be ده بيجي وراه اي يا ماما بيجي وراه عيلا شيك فعلي لابس بدلو كارفتا ing بدلو كارفتا ing بدلو كارفتا ing يبقى بنعمل ايه بنجيب معي عيلا شيك لابسة بدلو كارفتا ing طبا مثل يعني اسأل حضرتك سؤال كده ماذا طول الوقت بيه ing يعني ممكن الولد برضو يسنوقنا في الحتة دي يقول لي ماما يعني لو هكتب هكتب اي ام هونجرينج هونجرينج لا مفيش حاجز مع كده لو ادجكتف او top top الوظيفة يعني لو جبتي ادجكتف او top بجيب الوظيفة او الصفة وما بنحطش معيها ing ماما ليه انت لابس ing لما يكون اللي خارج معها am is or عبارة عن verb عبارة عن فعل فعل يعني يلعب يأكل يشرب يلبس وهكذا تعالين فالنطف هنقول for example there or يعني يوجد للجامعة هي there or a dad and علي او a man and علي راجل وعلي نكتب جميع زي مكتوب كده قدامك حاول ايه the man is washing washing the core washing his core the man is washing his core لو مش هيعرف ابنك يكتب his فتكتبي the core وانت مرتاح نفسان جدا مش اي مشكلة بس في المرحلة دي بردو محتاج اعلمه ان he is ملكه هو her ملكها هي my ملكي انا فما اجي اكتب ان ده قلمي فقول this is my pen طبعا ده ملوش علاقة باللي احنا بنقوله دلوقتي غالنا نكمل فنقول ايه the man is washing his core he is in front of his house he is in front of his house تقيلة عليهم يا بس تمام نكتب ايه بقى he is in the gordon هو فيه الحديقة وهنا gordon معناه حديقة منزل فا احنا بنتكلم صح جدا تمام he is in front of his house يعني in front of يعني امام عارفنا منين انه امام انه قدام باب البيت اكيد مش وراء اوكي there is a window there is a window there is a window في شبك في ايه كمان هنقول حاجة تانية there the car is red the car is red العربية لونها احمر اوكي هقول ايه هقول they are happy هما مبسوتين they are happy هاتي مالك احنا كتبنا الجمل ازاي بمنتهى البساطة ممكن كمان نقول حاجة كمان علي is saying hello علي is saying hello مش علي كان بيباي باي لو كده في الصورة علي is saying hello علي كان بيقول له صباح الخير او hello اللي هي مرحبا تبقى علي is saying hello اوكي دلوقتي صورة مطبخ انا اقدر هنا استخدم ده اللي احنا اتفقنا عليه خلي ابنك بالراحة كده وهو ايه دلوقتي يتفرج علينا يكتبلك مجموعة منه وقف الفيديو وخليه يكتبلك مجموعة من الجمل بالعربي او حتى يتناقشوا سوا بالعربي عن المطبخ ممكن اقول في ايه هقول اول حاجة ان المطبخ يكون مطبخ بعد كده المطبخ بتاعنا كبير تاني حاجة هقول انه ماما بتطبخ لنا اكل لذيذ في المطبخ انا بحب اكل ماما ان هنا انا بتكلم عن ماما في حد ازادها انا مطلوب مني هنا ثلاث جمل المفروض لان احنا بتكلم على junior four فانا هساعد ابني او بنتي ان هي تكتب اكتر من كده عشان تقدر تحصل درجات كويسة جدا فحقول كده الاياتي دلوقتي حقول it's a kitchen it's a kitchen مثل انت قلت انه ممكن اقول there is فقول there is a kitchen صح برضو زي الفل يوجد مطبخ او انه يكون مطبخ it's a kitchen او there is a kitchen تعال بص على number two هنقول المطبخ بتاعنا كبير او المطبخ ده كبير it's a big kitchen it's a big kitchen واعلمي ابنك او بنتك ان يعني it's معناها هذا يعني ده يكون او دي تكون يعني حاجة واحدة بس يعني معناها ان دي حاجة واحدة بس تعالي بصي بقى لو اللي قدامي يجمع فحقول they or وابدأ اوصف الصفة بتاعتهم it's a big kitchen ده مطبخ كبير our kitchen is yellow مطبخنا لونه اصفر مطبخ كلونه احمر فحنقول our kitchen is red مطبخ كلونه اسود فحقول our kitchen is black وهنا انا بعلم ابني ان استخدم حتى الفوكاب اللي هو حافظها على مطار الترب تمام my mom my mom always cooks ماما دايما ماما دايما بتطبخ اكل لذيذ جملة ايه لو صعبة وكلمة دلشس كبيرة على الولاد بدليها ابنك شاطر خليها زي مايه بدليها وهتقولي I like my mom's food يعني انا بحب الاكل بتاع ماما I like my mom's food انا بحب الاكل بتاع ماما برضو صعب عليه ومش عارف يكتب هكتب ايه هكتب mom is cooking at the kitchen ماما بتكون بتطبخ في المطبخ mom is cooking at the kitchen I like مثلا I like healthy food I like pizza اي حاجة ليها علاقة بالمطبخ وعلاقة بالاكل خليه يكتبها وهو مرتاح جدا جدا عشان يبقى مبسط متمنى ان يكون اغطيت جزء كبير من الحتة بتاعة الكتابة دي في اجزاء تانية هنعملها تاني هليكي متابعة معي علشان تقدر يتعلمي ابنك او بنتك يكتب كويس وكل اللي انتو عايزينو اكتبوني في comments تحتي يعني علقيلي برضو قولي انتي ناصك ايه بالزبط احنا نمشي بالترتيب تقريبا junior 4 هعملها كمان session وبعد كده هنمشي junior 5 وبعدين junior 6 وبعدين هابده اخش في مرحلة prep زي كتب paragraph متماسك او say بقى في مرحلة senior ان شاء الله هتابع دا كله معيكو I'll see you later bye bye